قاية الأهمية لأولئك الذين يدعون أنهم ينصرون الحق ويفندون الباطل لأولئك الذين يزعمون أنهم يريدون أن تعود الأمة إلى القرآن ولا يفطن كثير من الخلق إلى خطرهم وإلى خبثهم وإلى لفهم ودورانهم ووالله الذي لا إله غيره لن نجامل هؤلاء أبدا ولا حتى بما يعرف بالإتكيت الفكري ولا حتى بما يعرف بدبلوماسية الحوار بل يجب أن يكون الحق واضحا كالشمس في رائعة النهار ويجب أن تفيق الأمة وأن تفيق الأمة إلى هذا الباطل الذي يلبس بالحق لأن أولئك أضعف من أن يقدموا الباطل واضحا للأمة ليقولوا لهذه الأمة اقبلوا هذا الباطل أبدا سترد الأمة الباطلة ردا قويا واضحا لكنهم يلبسون الحق بالباطل ويروجون الباطل باسم الحق ويروجون الباطل باسم نصرة الحق وباسم نصرة الدين فهم يقولون يكفينا أن نعود إلى القرآن وأن نأخذ بالقرآن والله تعالى قل ما فرطنا في الكتاب من شيء والله تبارك تعالى قل ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهذه آيات قرآنية إذا سمعها الناس قال والله هذا حق وهذا حق فعلا ولكنني أقول ما قاله علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق أريد بها باطل وأنا أقول أقول لا يستطيع أعلم أهل الأرض وأعقل أهل الأرض وأفهم أهل الأرض أن يفهم القرآن الكريم بدون سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ائفل كتب السنة يا الله حبيبي أغلق كتب السنة تماما بلاش البخاري بقى اللي انت بتطعن فيه وبلاش مسلم اللي انت بتطعن فيه يلا بيين لي مواقيت الصلاة من القرآن الخامسة بيين لي المواقيت الخامسة للصلاة من القرآن بيين لي نصاب الزكاة مقادير الزكاة من القرآن بيين لي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومبطلات الحج بالتفصيل من القرآن بيّن لي بيّن لي الحساب بالتفصيل والصراط بالتفصيل ما شكله ما حده ما صفته ما كيفية الحساب بيّن لي كل هذه الجزئيات كيف يكون الإيمان بالله ما هي أركانه ما هي أركان الإيمان بالله كيف يكون الإيمان بالقدر كيف يكون الإيمان بالملائكة كيف يكون الإيمان بالرسل كيف يكون الإيمان بعذاب القبر ونعيمة والصراط والحساب والميزان والعرض والجنة والنار إلى غير ذلك أغلق كتب السنة ودووين السنة وأجبني على كل هذه الأسئلة بالتفصيل بالتفصيل من كتاب الملك الجليل نتحدى ولزال التحدي قائما إلى يوم القيامة أن يفهم إنسان على وجه الأرض كل ما في القرآن من الأصول أصول الدين وقواعد الأحكام دون أن يرجع إلى سنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم لقد نزلت آية في عهد الصحابة بل آيات في عهد الصحابة وهم أهل لغة وأهل بلاغة وأهل بيان ومع ذلك لم يفهموا مراد الله جل جلاله إلا بالعودة إلى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل سمعوا الصحابة الجليل ماذا صنع؟ عمد إلى عقالين عقال أسود وعقال أبيض وأضعوا ما تحت وسادته وظل يأكل واشرب وينظر إلى العقالين ليتبين له فما تبين له شيء إلا بعدما ملأ الضوء الأرض والكون فذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفسر منه فقال له إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فشق ذلك على أصحاب النبي وهم أرباب البلاغة واللغة والبيان شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه فقال ليس الأمر كما تعنون ألم تسمعوا قول الله حكاية على عبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فيفسر النبي الظلم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يفسره بالشرك وهكذا فلا يستطيع أحد أن يفهم أصول الدين وقواعد أحكام الدين في القرآن الكريم إلا بالعودة إلى سنة النبي الأمين وهذا ما أصله الإمام الأوزاعي الإمام العلم إذ يقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن يعني لا يستطيع أحد أن يفهم القرآن إلا بالعودة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن ولذا قول الإمام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام لا لأتاني العبر تندول إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام وأزيدكم بيانا لشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه يقول الله تعالى وأقيم الصلاة وهاتوا الزكاة ويأمر ربنا جل وعلا بالصيام رمضان فمن شهد منكم الشهر في اليصم ويأمر الله